ساقيع ما بعده ساقيع لا يدفئه أبداً إلا مستوى اللي بتوصله مصر من علاقات مع كل الدول دول كبيرة دول مش كبيرة الحقيقة ماشيين في سكة حاجة تفرح خلونا دون مقدمات طويلة نرحب بضفنا العزيز الكاتب الصحف الكبير وستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ازاي صح؟ ازاي صح؟ منورنا ازاي صح؟ احنا هنا جايين داخلين على بيت القصيد السياسة الدولية وبالتالي العلاقات ما بين سياسية واقتصادية وأيضاً ثقافية مع دولة بحجم الصين تاني أكبر اقتصاد على العالم مرشح يبقى الاقتصاد رقم واحد في أمد قريب في أفضل الاستطلاعات وفي أبعادها بالكتير عشرين ثلاثين اللي يكون لها على بعض ثمان سنين شكل العلاقات ما بين مصر والصين عندنا علاقات تاريخية جداً من أيام ماوتسي تونج وعلاقات أيام جمال عبد النصر بطبيعة الحال ثم علاقات حديثة صحيحاً ولكن على ما يبدو أنها تحمل وطابة ومتانة أكثر مما سبق بالطبع كل حضرتك تفضلت بذكره صحيح تماماً فيما يندرج بالعلاقات المصرية الصينية ويمكن إحنا في معرض الكتاب وكنا نفتكر وإحنا صغيرين كان دايماً الجناح الأكثر زيارة من الجناح الصيني ده بيعكس التقارب الثقافي وبيعكس الحب المتبادل على المستوى الشعبي بين الشعب المصري والشعب الصيني والذار الصين عارف قد إيه شعب الصين بيقدر الشعب المصري وعارف يعني قد إيه القيادة الصينية بتقدر الشعب المصري ويمكن ده يرجع زي ما حضرتك قلت بقى لبدايات الموقف المصري من تأسيس جمهورية الصين الشعبية في هذا التوقيت مصر كانت من أوائل الدول اللي اعترفت جمهورية الصين الشعبية ده جاء على خلفية لقاء جمع بن رئيس جمال عبد الناصر ورئيس وزراء الصين في هذا التوقيت وتلاه اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية 56 ومنذ هذا التاريخ حتى عام 2011 حق 2012 عفوا أغسطس 2012 كانت تمت 11 قمة بين الزعماء مصر وزعماء الصين ليه بنقولنا 11 قمة علشان نعرف الرقم اللي جاي من 2014 لغاية 2022 في 8 قمم جمعوا بين الرئيس عفتاح السيسي ورئيس الصيني القمم دي اجتمع فيها الرئيس عفتاح السيسي في 7 قمم في داخل جمهورية الصين وقمة في جمهورية مصر العربية الرئيس عفتاح السيسي عندما توجه إلى الصين كان يدرك جيدا حجم الدائرة الصينية وحجم الدائرة الأسيوية وموقعها في الأمن القومي المصري لم يكن هذا التوجه توجه اعتباطيا ولكنه كان توجها مؤسسيا ويمكن من الزيارة الأولى في 2014 تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الصين لما بنبص إلى هذه الشراكة الاستراتيجية لازم نحطها في مقامها الصحيح الصين كانت تجربة تنموية يمكن الدولة المصرية استفادت منها على مجموعة من المناح المختلفة المنحة الأول لو حدرك شفت الاستثمارات الصينية في المناطق الاقتصادية المصرية وخاصة منطقة قناة السويس هنشوف أن الصين هي الدولة الأولى في الاستثمارات في هذه المنطقة لما بنبص إلى التجربة التنموية المصرية الرائدة مشروحها يا كريمة أنا شايفي استشفاف كثير جدا لما تم في القرى الصينية وتطوير القرى الصينية ده بيعكس مدى القدرة على ناكل الخبرات بين الدولتين مدى القدرة على الاستفادة من الإمكانيات التقنية والإمكانيات البشرية الموجودة لدى الدولتين خلي بالحركة الصين أنت بتقول عليها أكبر اقتصاد في العالم متوقع أنه يكون في 2030 تنازع الولايات المتحدة الأمريكية هذه المكانة وتملك أكبر كتلة سكانية على مستوى العالم وجمهورية المصر العربية في منطقتها وفي القارة دولة لديها قوة بشرية هائلة يجب أن تحسن استثمارها في المستقبل من أجل توظيف أكبر لقدرات الدولة المصرية الكتلة البشرية عندما تحسن توظيفها وتتجه إلى الاستفادة من قدراتها المختلفة وتحسن تأهلها للمستقبل وتحسن فعاليتها للمجتمع عشان كده ده أهمية مشروع حياة كريمة أنك أنت بتعيد توظيف قطاعات من المصريين كانت إلى وقت قريب مهملة بتعيد تأهلهم بتعيد تدريبهم الدولة بتذهب لهم ده استفادة كبيرة جدا من المشروعات اللي تمت في الدولة الصينية لتطوير القرى الصينية في إطار مشروع نهضة وتنمية الدولة الصينية